الشيخ نواف سعود الناصر رئيس تنفيذي لشركة كوفبك شركة الكويتية لاستكشافات البترولية الخارجية. أهلا بك معنا. أهلا بك. ونبدأ أولا بالإعلان الذي تنون الإعلان عنه بخصوص استكشافات غاز كبيرة للشركة. شكرا أغتي. أعلننا اليوم عن استكشاف كبير لإكتشاف قازك كبير في بحر اندونيسيا. تكون كوفبك هي المشغل لهذا الحقل. لأول مرة في تاريخ الشركة أن نكون مشغلين لاستكشافات في منطقة مغمورة. وفي هذه الحالة حفرنا في مياه عمقها تقريبا 300 قدم. وبعمق المكمن يزيد على 10 ألاث قدم. حيث اكتشفنا طبقات متعددة من الغاز الواعد. قمنا بعمل اختبارات لبعض الطبقات. وتبين لنا أن هناك كميات جيدة من الغاز. وكذلك من المكثفات. المكثفات النفط الخفيف التي تكون قيمتها جدا عالية. كم من الوقت تحتاج لكي يبدأ الانتاج في مثل هذه الأحوال؟ الحمد لله هذا الحقل مقارب لأصول الشركة في البحر في اندونيسيا. لدينا أصول هناك منتجة للغاز. نزود هذا الغاز إلى سنغافورة بأسعار جدا ممتازة بالنسبة لنا. سنقوم بربط إنتاج هذا المكمل الجديد والحقل الجديد مع الأصول الأخرى التي لدينا في البحر. فهذا عادة يستغرق سنتين بالكثير ثلاثة إلى الوصول إلى الانتاج الكامل. سنة تعتبر مدة وليلة في صناعة صحيح. بالصناعة النفطية عادة من اكتشاف النفط إلى الوصول إلى الأسواق العالمية يأخذ من ستة إلى سبع سنوات. عادة سبع سنوات. ففترة سنتين إلى ثلاثة تكون جدا قصيرة. نتكلم عن أداء شركة كفبك. ونعرف مشاهدين عن كفبك. هي كفبك شركة كويتية تابعة مؤسسة البترول الكويتية. وتعمل في استكشافات خارج الكويت. مزبوط؟ نعم. فنعرف مشاهدين الكامل لدولة الكويت. عن طريق مؤسسة البترول الكويتية. دورنا الاستكشاف والإنتاج خارج دولة الكويت. لنقل التقنية والمعرفة من وإلى دولة الكويت في هذه الحقول. فمن أهم مشاريعنا عالميا هو مشروعنا في أستراليا. حيث قمنا باستثمار أكثر من 6 مليار دولار في مشروع إنتاج الغاز المسال الطفرة في أسعار الغاز المسال. نحقق أرباح كبيرة من هذا المشروع. ونقوم بتزويد هذا الغاز إلى زبائن في اليابان. كما يكون هذا الغاز متاح لمؤسسة البترول الكويتية متى ما رغبت باستيراده إلى دولة الكويت متى ما احتاجت لذلك. مشروع آخر كبير بالنسبة لنا هو مشروع الغاز والمكثفات الصخرية في كندا. وقام هذا المشروع خلال سنة 2021 بتحقيق أرباح لأول مرة. ووصلت إلى 67 مليون دولار. كما لدينا مشروع مهم في نرويج. حيث قمنا بالاستحواذ على عدة حقول هناك. وقمنا خلال سنة 2021 باستيراد جميع تكاليف الاستحواذ. والآن كل إنتاج هو للربح. واستفدنا من زيادة أسعار الغاز في أوروبا. حيث كانت تقريبا خمس دولارات. وأصبحت لفترات أكثر من خمسين دولار. بتضاعف أكثر من عشر أضعاف. حيث قمنا ببيع الغاز في السوق الأوروبية بدلا من عدد ضخة في المكامل بالطريقة المعتادة. وحققنا من خلاله أرباح خلال السنة التي طافت من مبيعات الغاز تقريبا 150 مليون دولار. يعني عندكم في كندا ونورويج وإندونيسيا ومصر. عندنا في مصر وعندنا في باكستان وطبعا ماليزيا وكتشفنا فيها حقل ضخم جدا وعدة تريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز نقوم إن شاء الله بتطويرها. هذا التطوير التقليدي الذي سيطول عدة سنوات. لكن في مصر لدينا حقل مهم في جيسوم مع شركاتنا في مصر ينتج النفط وقمنا خلال السنتين التي طافت باكتشاف كميات أخرى من النفط في هذا الحقل. نتكلم عن أداء الشركة وعند الأركم. الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي وخلال أيضا فترة كورونا كيف كانت تأثيرها عليكم؟ طبعا فترة كورونا كانت مؤثرة سلبا على جميع الشركات الإنتاج النفطية. ولكن للحمد لله الحمد قمنا خلال فترة كورونا بتقليل الخسائر على الشركة حيث بلغت خسائر الشركة خلال 2020 فترة كورونا تقريبا 120 مليون دولار. ولكن ولله الحمد خلال 2021 في النصف الأول من 2021 قمنا بعادة هذه الخسائر بالكامل من خلال أرباحنا في سنة 2021 واستكملنا في النصف الثاني من 2021 بتحقيق أرباح إضافية حيث بلغت مجموعة أرباحنا في سنة 2021 تقديريا حاليا 240 مليون دولار يعني عوضنا الخسارة عوضنا الخسارة وزدنا عليها دبل من الأرباح خلال 2021 ولكن الشركة كان لديها خسائر متراكمة من السنوات التي فاتت حين هذه الخسائر تم تصفيتها في خسائر بالسابق وكان في أرباح في السابق فكان لها فترة الشركة تقريبا 20 سنة على التوالي من الأرباح ولكن دخلنا في مشروع كلفنا بعض الخسائر في إنجلترا نعم والآن تخرج خلص هذا المشروع فردينا إلى الأرباح ولله الحمد وحايتك تتوقع أنه خلال الفترة القادمة تتوقع أن هذه الاستثمارات الحالية ويمكن يكون استثمارات مستقبلية هل تتوقع أنت تستمر في تحقيق نفس معدلات الأرباح التي حققتها هذا العام تكلم على 240 أو 250 مليون دولار طبعا الكثير مننا يعتمد على الأسعار تكيد استفدتم من ارتفاع أسعار وغيرنا خطتنا حتى تتواكب مع هذه الأسعار إذا تغيرت الأسعار سواء بالصعود أو بالنزول نغير استراتيجية حتى تكون استراتيجية مرنة للتعامل مع هذه الأسعار يعتمد كل على طريقة استخدام أصولنا في هذه الحقول حيث نقوم بالاستثمار في الحقول التي يمكن الاستفادة منها مع تقلبات الأسعار كان في اندماج تحدثت مع شركة كي بي آي واحدة داونستريم واحدة أبستريم هل تم هذا الاندماج لا يزال في تطوير الاندماج هذا القطاع النفطي الكويتي كله يقوم بعملية التطوير واندماجات من بعض الشركات العاملة في القطاع النفطي الكويتي منها شركة كوفبك مع شركة كي بي آي التي تعمل تحت الاسم التجاري كيويت والجاري العمل على الدراسة وإن شاء الله تنفيذها هو البعض تسأل عن فكرة أن شركة داونستريم وشركة أبستريم أنك تعمل لها اندماج يعني هالفك نعمل لها اندماج لأنهم شركتين يعملان خارج الكويتي لدينا خبرات وقدرة للاستعاب الوعاء الضريبي في عدة الدول التي نعمل بها لتحقيق وتعظيم الإرادات لهذه الشركات بالنسبة لحجم الإنتاج الحالي لشركة كوفبيك من عملها كان لديكوا تارجت أنتم حققتوا تارجت الذي هو 150 كان في السابق لدينا هدف محدود ببراميل إنتاج براميل غيرنا هذا الهدف قبل سنتين ليصبح تعظيم إرادات وزيادة الإرادات للمالك وهو مؤسس البترول الكويتية فما نتحدث الآن عن عدد براميل النفط التي يجب أن ننتجها حاليا السنة التي طافت أنتجنا ماء يقارب 100 ألف برميل باليوم بل نعمل على زيادة الأرباح ونقل الأموال إلى مؤسس البترول سؤال أخير لحضرتك فكرة أن الكويت تكون لديها شركة الاستقشافات الخارجية خارج الحدود الكويت طبعا كثير من الدول وكثير من الشركات الوطنية حول العالم تقوم بذلك الفكرة نفسها هل تراها هي تقييمة لها لحد الآن أكيد أنت تراها نجحة لكن تقييمة لها خلال هذه السنوات كيف تراها هل هي قيمة مضافة لصناعة النفط في الكويت بلا شك إنها قيمة مضافة لصناعات النفط الكويت لأن بدأنا في سنة 1981 في شركة كوفبك بالعمل خارج الكويت وكان في ذاك الوقت طريقة لإنتاج النفط خارج منظومة أوبك ولا تسري عليه ضوابط إنتاج أوبك تطورت مع السنين الاستراتيجية والآن تتركز على نقل التقنية والمعرفة بين القطاع النفطي الكويتي والقطاع خارج الكويت مثلا الاكتشاف الذي أعلننا عنه اليوم في البحر الاندينيسيا شركة نفط الكويت هنا في الكويت ستقوم لأول مرة بتاريخ شركة نفط الكويت تنتج تقريبا 80 سنة ستقوم أول مرة بتاريخ ها بالحفر في المنطقة المغمورة في المياه الأقليمية الكويتية كشركة كوفبك الآن عندنا اكتشاف واعد في المنطقة المغمورة الاندينيسية نستطيع من خلاله نقل التقنية لأخوانا في شركة نفط الكويت بنفس الوقت على المنصة في اندينيسيا كان هناك مهندسين كويتيين يشرفون على الأعمال وهذه فرصة من عدة فرص التي نفتحها للقطاع النفطي الكويتي لا يستفيد من عملياتنا خارج الكويت وتتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغز لا رجع لأرقام 5 دولار و6 دولار و7 دولار كما تعالين أسعار الغاز ليس هناك سعر عالمي للغاز أسعار الغاز مرتبطة بالدول مثلا بامريكا لا تزال أسعار النفط أسعار للغاز عفوا 4 دولارات لكن في أوروبا أصبحت الآن فوق 30 دولار في عدة دول تختلف الحسبة حسب العرض وطلب في هذه الدول نتوقع خلال الفترة القادمة أن هناك استمرار لأسعار الغاز المرتفعة خاصة أن الطلب لا يزال قوي وخروج العالم من جأحة كورونا أصبح الطلب على النفط وعلى الغاز قوي وليس هناك استثمارات جديدة دخلت في تطوير الغاز حتى تزيد المدادات للغاز الشيخ نوف سعود الناصر رئيس تنفيذي لشركة كوفبك أشكرك جدا على هذا اللقاء وتمنى لك التوفيق شكرا هيا اشتركوا في القناة